نيجي بقى لنقطة اللي هو حكاية العقاب ما في ناس يقولوا طب يعني لما يغلطوا ولادنا ما بنعقبهمش لا في حاجة اسمع العقاب المعنوي وفي حاجة اسمع العقاب النفسي وفي حاجة اسمع العقاب المادي وفي حاجة اسمع العقاب الموضوعي طب ايه هما؟ العقاب المعنوي مثلا يعني اللي هو اول حاجة هو ان احنا نبتدي نفهم الطفل او نظهر للطفل ان ناس بيحبهم زي بابا زي جدته زي خاله زي خالته متضايقين منه عشان هو عمل الغلطة الفلانية طبعا بخلاف ان انا كمامته او انا كبابا متضايق ده اسمه العقاب المعنوي العقاب النفسي ايه العقاب النفسي ان انا افهم الطفل ودي طبعا في مرحلة عمرية اكبر وخلي بالنا ان احنا ما نتماداش فيها ان انا فاهم الطفل الاثار السيئة للخطأ اللي عمله يعني شفت مثلا الغلطة اللي انت عملتها دي خلتني ان انا ارجع عم سحتاني الارض بعد ما كنت نضفتها وانا تعبانة الام مثلا ممكن تقوله كده او شفت مثلا الحاجة اللي الكسر ادي دي بابا زعلان عليها جدا لانها كدغلي عليه بدون مغالاة بس بنفاهم الطفل الاثر النفسي للخطأ وده بيسموه العقاب النفسي وما تفتكروش ان الموضوع ما بيفرقش مع الطفل حتى لو ابدا ليكم تعبير كده بالوجه ان هو يعني مش فاهم او انه مش فارق معاه لكن هو الكلام بيستوعبه كويس قوي عشان كده بقولكو ده نوع من العقاب بيمارس على الاطفال اللي هو فوق سن الاربع سنين العقاب المادي هو ان انا اربط الخطأ بتاع الطفل بان انا مثلا احرمه من حاجة معينة بيحبها مثلا زي لعبة يعني اقوله انت بتلعب اللعبة دي لا خلاص طالما انت عملت الغلطة دي وانا نبهتك عليها اكتر من مرة يبقى احنا هنشيل اللعبة دي مش هنلعب بيها مثلا النهاردة او مش هنلعب بيها لمدة ساعتين او مش مدة تلات ساعات فاهمين قصدي يبقى ده اسمه العقاب المادي مش العقاب المادي يعني فلوس لا العقاب المادي ان انا ربطت هنا الخطأ بحرمان الطفل من شيء مادي هو كان هيعمله وبيتبسط به طيب امال ايه العقاب الموضوعي العقاب الموضوعي بقى بيبقى اكبر برضو فكرة الحاجة اللي الطفل بيحبها وكان مثلا ينوي ان هو يعملها وما تخافوش انه كتمرسوا هذا النوع من العقاب ما تقولوش هيصعبوا علينا في الاخر يعني مثلا كنا نويين ننزل نروح المشوار الفلاني لتيتة مثلا او نشتري حاجات او نروح نلعب او كده لا هذا الامر مش ملغي بس هذا الامر مؤجل هنا العقاب الموضوعي يعني ايه موضوعي بقى بنشرح للطفل علاقة هذا الاجراء اللي احنا بناخده بالخطأ اللي هو عمله بس خدتوا بالكوا ان انا قلت فيه شرط ان يكون هناك تنبيه متكرر للطفل بعدم الوقوع في هذا الخطأ او بمعنى داخل عدم الوقوع دي كلمة مش موضوعية او مش كلمة سليمة عدم ارتكاب هذا الخطأ عن عمد مرة تانية ليه لان كتير او من الاطفال بيستخدموا الذاكرة قصيرة المدى وده طبعا عمرهم القصير فبالتالي تكرار الاخطاء من الاطفال ده مش معناها ان الطفل ده مش متربي لا ببساطة في سببين السبب الاولاني ان الذاكرة اللي بيستخدمها الاطفال تحت سن خمس سنوات هي الذاكرة قصيرة المدى يعني هو بيبقى فاكر الحاجات الاساسية بابا ومامته وجدته والعابه انما غير كده هو مش فاكر انك قلتله ما تحطش الكباية دي في الحتة دي لا دي اسمها الذاكرة قصيرة المدى هو ساعتها فتك انما بعد اسبوع ممكن ما يعملش التعليمات اللي انتي قلتيها دي تمام؟ دي اول حاجة ان الذاكرة قصيرة المدى تاني حاجة ودي الاخطر ان احنا احيانا لما الخطأ بيحصل ما بنشرحش ايه هو الخطأ والاطفال ما بتفهمش ضمنا اقول لكم حاجة يعني مثلا الطفل دلوقتي في حاجة وقعت فهو وهو صغير لو تفتكروا كان جزء من ألعابه ايه وبعد سن السنة مثلا انه بنقعده كده وبنجيب له علبة ولا جردل ولا بتاع بلاستيك وبتاع وبنجيب له الحاجات ويروحوها مطلعها مثلا ويروح قلبه فنروح احنا لمنها او يمسك الحاجة يرميها فاحنا نجيبها له وكان في الوقت ده بندحك لان احنا بنعلمه وبنلعبه فلما الطفل بيجبر شوية هو لسه مش فاهم ان رمي الشيء ده غلط او ان تطويح الشيء ده غلط فعشان كده انتوا لازم لازم تشرحوا اقول لكم مثل تاني يعني مثلا لما الطفل يبقى رايح ناحية شباك اه او رايح ناحية فيشة كهربا مثل شهير قوي نقوم ايه ايه ده انت رايح فينه وبدأ ونروح شايلينه خلاص احنا كده بنفتكر ان عملنا عملية التربية لا المفروض نشرح طبعا بنشيل الطفل عن مصدر بنبعده يعني عن مصدر الخطر بس بنشرح للطفل ده احنا بنعمل كده ليه بنقوله ان الكهربا دي خطر الكهربا دي ممكن تعورنا الكهربا دي ممكن تأزينا الشباك ده غلط ما ينفعش نقف فيه لوحدنا وهكذا يعني بكرر مرة تانية نشرح للطفل علشان يرتبط هذا الشرح او هذا الفهم بمفهوم اللي احنا لسه قيلينه التعليم بالتعلم هو مش هيتعلم حاجة من غير ما احنا نعلمها له احنا بنفتكر ان الاطفال فهمة كده كده هو فاهم لوحده انه مثلا وهو بيجري لما خبط في الطبق اللي انتي حطه قدامك وحطه فيه خضاره بتاعه فالطبق ده وقع هو بالنسبة له كان بيجري وكدت انتي من فترة قصيرة قوي فرحانة بيه لما تعلم المشي وبتجري وراه كمان وهو يبصلك ويدحك وها كذا فهمتوا قصدي انما لما الطفل بيجبر لازم احنا كمان نكبر مستوى الشرح ونكبر مستوى التفهيم اللي بنعمله لطفلنا ده كان اول موضوع عندنا النهار ده عن اخطاء التربية واخيرا اخر سؤالة الف التقرير ده هنبأجله لحلقات تانية هنعمله عن المراهقة ان شاء الله حكاية ان احنا ننفع نبقى صحاب لأولادنا طبعا المقصود هنا هو السن الأكبر شوية اللي هو مرحلة ما قبل سن المراهقة مباشرة او سن المراهقة لان قبل كده لا ماينفعش يبقى طفل او طفل عندهم سبع سنين وست سنين ويقول اصحنا صحاب لا فيه فرق ما بين ان احنا فيه بيننا قلفة كبيرة جدا او ان احنا نفهم الطفل ان الصداقة بالمفهوم اللي احنا بنرفع فيها الكلفة زي ما بعض الناس بتتعمل او بتعمل